وصفة اليوم بسبوس السنبون أو بسبوس بنكهة القرفة كتير لذيذة وطيبة وسهلة كالعادة لمحبين القرفة لا تفوتكم رح أبدأ بضحميس الحليب البودرة على النار مع التحريك المستمر لحتى ياخد معي هذا اللون الدهب الحلو انتبهوا ما ينحرق معكم رح أحطه في وعاء رح أحط عليه كل مقادير البسبوسة المقادير مكتوبة عندكم السميد والسكر والإشطة والإرفة والزيت كل المقادير بحطها سأوه مع بعض وبقلبهم ما ببالغ بالتقليب بس لحتى يختلط معي المزيج وبحطه بصينية اللي رح أخبز فيها بدخله على فرن درجة حرارة 180 محمى من قبل رح تاخد معكم من 20 ل 25 دقيقة بتكون جاهزة بهالوقت رح أعمل خليط تشريب البسبوسة الحليب المبخر 170 جرام حطيته مع السكر على النار بس لحتى يوصل لمرحلة الغليان وبعدين عندي هون البسبوسة بس بعد ما طلعت من الفرن وهي سخنة والخليط كمان سخن بصبه ووزعه على كل البسبوسة وبتركه لحتى يتشرب وللطبقة البيضة العلوية حطيت الجبنة والحريب المكثف المحلق أهم إش الجبنة بحرارة الغرفة خلطهم مع بعض بالفود برسر وزعتهم بشكل كتير منيح على سطح البسبوسة وبدخلها الفرن بس على الشواي بس من فوق يادوب حتاخد دقيقتين بس أحس إنه الطبقة البيضة تماسكت عندي هيك أمسكها بأصبع شوي أحس إنها متماسكة طلعتها رح أرشها بالإرفة البودر وهلأ هيك صارت عندي جاهزة للتقديم بس رح أشيل هيك الأطراف وشوفوا ما أحلى شكلها رح نقطعها اللبسبوسة متماسكة وكتير تقطعتها حلوة بتقدروا تقدموها دافية بتقدروا تقدموها باردة حسب رغبتكم متل ما بتحبوا استمتعوا فيها مع فنجان القهوة وصحتان وألف عافية